السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم احمد رجل من اكاديمية بي برو تريدر. وتحليل الاسبوع للسوق الكويتي من يوم اتنين وعشرين نوفمبر حتى يوم ستة وعشرين نوفمبر. ان شاء الله يكون اسبوع موفق عليكم جميعا بازن الله. نبتدي اول حاجة بتحليل المؤشر الاول او مؤشر السوق الرئيسي. اللي وصل الاسبوع اللي فات عند حد الترند الصاعد وارتكز عليه وشوفنا صعود بكوة. كنت اتكلمت الاسبوع اللي فات ان الشمعة دي هي بداية شمعة الاسبوع. قلنا لو ظهر اي اشارات انعكاس من هنا هيكون عندنا صعود قوي خلال الاسبوع وفعلا زهرت الشمعة دي يوم الاتنين. وشوفنا صعود التلات والاربع والخميس. اتوقع ان شاء الله باستمرار الصعود عشان يستهدف معانا الستة الاف متين تسعة وستين. ولو تم اختراق الستة الاف متين تسعة وستين والاغلاق عليها. نوصل لحد الستة الاف ربعمية تلاتة وسبعين. وبعدها نشوف الستة الاف تمنمية ستة وخمسين واخيرا السبعة تلاف مية تلاتة وسبعين ان شاء الله. نشوف سهم المعدات اللي حقق معانا خمسة وتمانين في المية مكسب. خمسة وتمانين في المية مكسب بدون مبالغة. احنا هنا كان حد قال لي ان السهم اصلا التداول واقف عليه. قلت له التداول واقف عليه لكن هيرجع تاني وهنشتري مع اه افتتاح السوق. وفعلا قلت بعد ظهور الشمعة دي يعني بعد ظهور الشمعة دي قلت هيكون عندنا صعود قوي جدا جدا. وفعلا السهم صعد يعني بعد الشمعة دي صعد معانا حوالي ما يقارب التمانية وتمانين ونص في المية. تمانية وتمانين ونص في المية من توصية واحدة. لكن هبط معانا تاني دلوقتي معانا حوالي اه اربعة وخمسين في المية مكسب. تمام? دلوقتي السهم اه المعدات ممكن نشوف ينزل يعمل اعادة اختبار لمنطقة التلاتة وعشرين سبعة وتمانين. ومن التلاتة وعشرين سبعة وتمانين لو ظهرت اي شهارة شراء هيكون عندنا صعود باذن الله لحد التلاتين اه خمسة وتمانين للواحل وتلاتين تمانين دي منطقة البيع بتاعتنا اللي السهم نزل من النهم اه لما وصل لها خلال يوم تمنتاشر ونزل تاني. وبرضه قبل كده لما السهم كان صعد كان بينزل ويرتد من المنطقة دي في كل مرة. عشان كده دي تمثل منطقة بيع قوية جدا جدا على السهم. لذلك زي ما قلت لو السعر نزل هنا تاني عند التلاتة وعشرين سبعة وتمانين. اه لو نزل ودانا اشارات انعكاس هيعمل هنا عدد اختبار لمنطقة المكاومة دي. هيقدم منطقة مكاومة السعر كان بيتداول اسفلها خلال الفترة اللي فاتت. شايفين السعر كان هابط. وعمل اه صعود هنا. وبعدين نزل بقوة كبيرة. عشان كده السعر لما ينزل يا هنا هيكون بيعمل لها اعادة اختبار. وفي حالة اعادة الاختبار وزهور اي اشارات انعكاس هيكون عندنا صعود بقوة باذن الله زي ما وضحت. طيب نشوف سهم اه جياد. سهم جياد. انا شايف ان عليه فرصة شرائية ممتازة. خاصة بعد ظهور اه اشارات انعكاس يومين واربع ده اهو. اشارات انعكاس علامات انعكاسية شموع ممتازة. اه فشايف ان احنا هيكون عندنا صعود للتلاتة وخمسين دينار تمانية وتمانين للخمسة وخمسين تسعة وتمانين. وفي حالة اختراق الخمسة وخمسين تسعة وتمانين. هنروح للاربعة وستين دينار. وفي حالة اختراق الاربعة وستين دينار نروح للستة وسبعين او السبعة وسبعين دينار. تمام? ستة وسبعين تلاتة وتمانين بالزلط. ده طبعا مع بداية الاسبوع المستهدفات بتاعتنا الاولى منطقة العرض دي اللي ما بين التلاتة وخمسين تمانية وتمانين للخمسة وخمسين تسعة وتمانين. في حالة الاختراق يوصل والاغلاق طبعا اعلى المنطقة دي يوصل للاربعة وستين فحالة الوصول للاربعة وستين والاغلاق عليها نوصل للستة وسبعين تلاتة وتمانين بازن الله نشوف سهم ايفا سهم ايفا لسه مفيش عليه اي فرصة احنا عندنا نقطة الدعم الاولى بتاعتنا عند التمانية واربعين بوينت زيرو خمستاشر ونقطة الدعم التانية اللي عند الواحد واربعين ستة وتمانين فحالة الوصول لاحد النقطتين الدعم دول هيكون عندنا وظهر اشارة انعكاس هيكون عندنا فرصة للشترا نستهدف التسعة وخمسين اربعة وتلاتين لتلاتة وستين خمسة وتسعين اما في حالة كسر النقطتين الدعم دول فاحنا نرجع تاني لمنطقة المنطقة دي كده بالزبط نشوف هنا على المنطقة دي كده هي اقوى منطقة ممكن نشتري منها بازن الله عند التمانية وعشرين تسعين تمانية وعشرين تسعين دي افضل منطقة نشتري منها او افضل نقطة دعم والمنطقة على بعضها من التمانية وعشرين تسعين للستة وعشرين تلاتة وتلاتين دي تمثل منطقة الطلب السعر طلع منها بكواب خلال الفترة اللي فاتت تمام فبازن الله هنشوف وننتظر اشارات اللي انعكاس من احد النقطتين الدعم او منطقة الطلب اللي عندنا ايدي عشان نشتري ان شاء الله بالنسبة لسهم الرابطة سهم الرابطة عندنا هنا لسه مفيش عليه اي فرصة الفرصة دلوقتي لو اخترك نبتدي نشتري لو السعر اخترك سبعة وخمسين سبعة وتمانين عشان دي عندي تمثل منطقة مكاومة قوية او نقطة مكاومة قوية السعر لما وصل لها ارتد بقوية يعني بعد الصعود اللي حصل ده كله شايفين انا قلت السعر هينزل يعمل عادة اختبار لو تفتكروا تمام وفعلا السعر نزل عمل اعادة اختبار هنا هو وصعد تاني فانا عندي بالنسبة لي هبدأ اشتري يعني المسافة ما بين هنا يعني حوالي عشرة في المية لو السعر اغلق اعلى السبعة وخمسين سبعة وتمانين هتكون فرصة ممتازة جدا جدا ان احنا نشتري بإذن الله باستهداف السبعين دينار ستة وعشرين ثم التمانين بوينت زيرو اتنين وعشرين بالنسبة لسهم الاولى شايف عليه برضو فرصة ممتازة جدا ان نشتري مع افتتاح السوق على السعر الحالي اللي هو التسعة وعشرين تلاتين اه لو اه السعر اخترق الترند الهابط ده نقدر نعزز الشراء مرة اخرى اللي السوق لوس بتاعنا اوقف الخسارة بتاعتنا هيبقى اغلاق شمعة يومي اسفل التمانية وعشرين سبعة واربعين لو السعر اغلق شمعة شمعة يومي اسفل التمانية وعشرين سبعة واربعين كده نبيع الاسهم بتاعتنا لان احتمال يوصل للستة وعشرين تمانية واربعين وفي حالة كسر الستة وعشرين تمانية واربعين هيروح السعر لحد اللي اربعة وعشرين ستة وعشرين وممكن كمان نروح للتنين وعشرين خمسة واربعين او تنين وعشرين اتنين وثلاتين تمام اما لو صعد من هنا على طول فاحتمالية التحقيق والاهداف هتكون اكتر بعد اختراق الترند الهابط اللي قدامنا باللون الاحمر ده عندنا اول هدف ممكن يوصل له السعر هنشوف دلوقتي اول هدف فين اول هدف عندنا هيكون هنا كده بالزبط عند التلاتة وتلاتين تمانية وسبعين يعني الهدف بتاعنا هيكون اكتر من حوالي عشرين في المية حوالي خمستاشر ونص في المية وستاشر في المية تمام فانا شايف هتكون فرصة ممتازة جدا بازن الله مع افتتاح السوق نشتري سهم الاولى نشوف سهم اه ارزان مفيش عليه اي فرصة دلوقتي خالص اه مش هنشتري غير بوصوله للمنطقة اللي ما بين الخمسة وخمسين خمسة وتمانين للاربعة وخمسين دي هتكون افضل منطقة للشراء في حالة الوصول لها وظهور على متناكس تمام عندنا هنا ده نموذج متكون عندي اللي شايف الدرس التعليمي بتاعي اللي هو اللي انا زلته نموذج العلم اهو ده الساري بتاع العلم ودي الراية ده نموذج اسمه نموذج استمراري يعني ايه نموذج استمراري يعني السعر ماشي في اتجاه صعد هنا بدأ يتزبزب شوية صعودا وهبوطا ما بين نقطتين او الحد العلوي والحد السفلي المفروض السعر لما بيطلع برا النموذج ده او بيخترق الراية بتاعة العلم ده بيصعد بنفس المسافة بتاعة الساري يعني مسافة الساري كانت من هنا النقطة دي من عند مثلا النقطة دي كده بالزبط اهي من عند الكامنة عند التلاتين التمانية وتلاتين زيرو اربعة لحد الاربعة وستين زيرو اتنين تمام هنقيس المسافة دي اديه المسافة دي مقدارها حوالي سبعين في المية يبقى لما السهم يخترق المنطقة دي كده هيكون عندنا صعود ما يقارب السبعين في المية يعني من هنا كده عند مثلا اه ستة وتمانين تمانية وتلاتين تمام ده بالنسبة لسهم ارزان بالنسبة طب برضو قبل منسة ان احنا هيكون عندنا نقطتين شراء نقطة لو وصل لمنطقة الدعم دي او منطقة الطلب دي اللي كانت عليها او لو اخترق الراية بتاعة نموذج العلم اللي عندنا تمام دول الفرصتين او السيناريوين اللي ممكن نشتري من انهم سهم ارزان بالنسبة لسهم ايوا آآ فنادق سهم ايوا فنادق لسه ما ظهرش اي اشارة انعكاس من الحد السفلي للنموذج المثلس المتماثل اللي عندنا لو ظهرت اي اشارة انعكاس من هنا يكون فرصة نشتري السهم بازن الله وباختراك النموذج عندنا هنا ممكن نعزز الشراء باستهداف السبعة وعشرين ستة وتسعين وفي حالة اختراك السبعة وعشرين ستة وتسعين هيكون عندنا صعود لحد آآ عندنا هنا نقطة برضو التلاتة واربعين ستين وبعدين الواحد وستين ستة وستين بازن الله نكمل ونشوف باقي الاسهم اللي معانا عندنا سهم الانماء سهم الانماء لسه ما فيش عليه اي فرصة دلوقتي ما ظهرش اي اشارة انعكاس من هنا فما فيش اي فرصة لو ظهرت اشارة انعكاس من هنا نشتري باستهداف التسعة واربعين خمسة وتسعين ثم الخمسة وخمسين حداشر ولو حصل كسر هيوصل الهبوط لحد التسعة وتلاتين سبعة واربعين والستة وتلاتين ستة وخمسين دي منطقة الشراء التانية بتاعتنا هنشتري في حالة ظهور اشارات انعكاس منها بالنسبة سهم انو فيست السهم الحمدلله ارتد معانا بكوة ويعني كان سهم ممتاز جدا وصل معانا للمنطقة بالزبط وارتكز على الترند الصاعد وبدأ يصعد بكوة من هنا شايف هتكون فرصة ممتازة للشراء مع بداية الافتتاح نستهدف التمانين تمانية وتسعين او الواحد وتمانين دينار ثم الاربعة وتمانين سبعة وتمانين واخيرا السبعة وتمانين واحد وتسعين بازن الله وطبعا في حالة اختراق السبعة وتمانين واحد وتسعين هيكون عندنا صعود قوي استهدف ممكن نوصل للميت دينار تمانية وتسعين تسعتاشر بالزبط تمام آآ عندنا سهم آآ وصاق سهم وصاق لسه ما فيش عليه برضو فرصة مش هنشتري غير باختراك القناة السعرية الهبطة دي فحالة الاختراك نوصل للستة وعشرين واحد وتسعين ولو اختراك الستة وعشرين واحد وتسعين هيكون عندنا احتمالية للصعود كمان لحد التلاتين ستة وتسعين اخر حاجة معنا سهم البيت سهم البيت برضو يعني سهم البيت دلوقتي افضل منطقة شيرة ممكن نشري منها لو وصل للسابعة وتلاتين اربعة وسبعين للخمسة وتلاتين سبعة وسبعين دي منطقة الشيرة بتاعتنا القوية جدا جدا لو السعر وصل لها هنشتري لو السعر اخترك يعني احنا شايفين السعر دلوقتي ماشي في قناة السعرية الهبطة الهو لو اختركها القناة السعرية الهبطة دي هنصعد لحد ال43.17 وفي حالة اختراك ال43.17 ممكن نوصل لحد النقطة المقاومة دي اللي عند السبعة واربعين تسعة وسبعين وباختراكها نوصل كمان لحد التمانية وخمسين واحد وستين وده كانت تحليل الاسبوع معانا للسوق الكويتي اتمنى اكون افتتكم وشكرا لكم والسلام عليكم